من حقنا أن احنا نفرح لأنه ما فيش أحسن من الفرحة ما فيش أحسن ولا أجمل من فرحة انتصارات وتتويج النادي الأهلي بأي بطولة قرية ما فيش فخر أكبر من أنك ترسخ مبادئ على مستوى القرى الإفريقية ده حصل حصل أن أنا كسبت النادي الأهلي كسب حصل أن النادي الأهلي بيعلم الأجيال القادمة الأهلوية وغيرهم اللي بيحبوا النادي الأهلي من قلوبهم بيعلمهم يعني إيه كلمة انتماء يعني إيه كلمة أن أنا أبقى إنسان محترم وعافي في اللسان يعني إيه أن أنا أبقى كمجلس إدارة مجلس إدارة بيحترم جمهوره وبيعمل حاجات علشان جماهيره فقط مش عشان حاجة تانية القرى الأفريقية أصبح لها زعيم كبير كالعادة كرويا طبعا يعني هو النادي الأهلي اللي حطم وكسر كل الأرقام القياسية أرقام أقرب منافس ليك حرفيا حرفيا أنا الكلام ده بقول الحقيقة أقرب منافس ليك محتاج سنين عشان يقدر يوصل للحضرتك بتعمله كنادي أهلي فاللي عايز يعمل معايشة مرة تانية يجي النادي الأهلي مفيش مشكلة نقدر نكلم المسؤولين في النادي الأهلي ونقول لهم حاولوا تقبلوا لأنه بالمناسبة إحنا عندنا المسؤولين اللي موجودين في النادي الأهلي يهمهم مصلحة بلدهم الأول لو بقى عندنا النادي الأهلي وما فيش غير النادي الأهلي واحد ولكن لو بقى عندنا عدد كبير من الأندية بتشتغل بنفس الفكر وبنفس الشكل المؤسسي اللي بيشتغل بين النادي الأهلي يبقى الرياضة المصرية هتروح في حتة تانية فأنا متخيل على فكرة أنا مسألتش حد ولكن أنا متخيل إن المسؤولين عن الرياضة في مصر أو المسؤولين عن الرياضة في النادي الأهلي كابتن خطيب ومجلس إدارته كلهم الحقيقة لو طلب منهم إن حد يجي يعمل عندهم معايشة مش حي... لا حيقولك يا تعالى طالما حاجة في مصلحة مصر حنعمله فإحنا هنا لما بنتكلم بنتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الدقة لأن مبدأنا هو احترام العقول احترام العقول عقول المشاهدين وأنا لما بقف مع حضراتكم بتكلم بمنتهى الأمانة بالمناسبة عشان كده أنا لما كنت بقول إن الأهلي إذا نجح في التأهل من دور المجموعات حيتوج باللقب الناس كانت بتقول لي وبالمناسبة منهم أهلوية وأنا ما عنديش مشكلة الأهلوية يقولوا اللي هم عايزينه ويعملوا اللي هم عايزينه بما إنهم بيحبوا النادي وفي ناس بتنتقد في ناس أهلوية بتنتقد مثلا إن أنا كنت بطلع بعد مباراة سان داونز وأقول كذا على دماغي للنقد ده ولكن أنا متأكد إن الناس دي أهلوية وبيحبوا النادي الأهلي وكانت حالة الغضب في هذا التوقيت مسيطرة فأنا مقدر دا طبعا لكن الحمد لله لواحد لما بيجي بيبص بيبص بشكل مختلف لإنه إحنا قريبين وشايفين اللاعبين وشايفين الجهاز الفني وشايفين الناس بدي بتعمل أنا متذكر إن كان معنا زاملنا فاروق صلاح كان مراسل أو موفد قناة النادي الأهلي مع الفريق في جنوب إفريقيا وكمان مع الفريق في القطن الكاميروني لو فاكرين لما سفروا الكاميرون من جنوب إفريقيا كان يوم ثلاثة أو أربعة مش فاكر وكنا بنتكلم دايما وكنت بقولوا اللاعبة عاملة إيه وبنتكلم مع اللاعبين كلنا بغض النظر عن اسم أي منافس قلت لحضراتكم إن إحنا إن شاء الله حنوصل للنهاية وربنا عاكرمنا ونحن هنكون في انتظار هذا الأمر وده اللي حصل بالفعل